عندهم الزلزولي وإحنا معانسات ربنا الإعلام المصري خوف انهيار جنون قبل مواجهة أسود الأطلس غدا في فينال كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ماذا قال الشوبر أحمد شبير وماذا قال الشلبوكة متحة شلبي وماذا قال العفركوش أحمد حسام ميدو عن المنتخب المغربي قبل مواجهة المصر والمغرب غدا في نهاية الأممة لايك اشتراك فعل زر الجرس لو انت متابع قديم جديد ايصال هذه الحلاءة إلى ألف لايك على أقل تطبيقه هو هدفنا رسميا طبعا أحمد شبيري مبارح جاب أسماء لعاب منتخب مصر وجاب أسماء لعاب المنتخب المغربي بيقولك أن لعاب منتخب مصر عندهم لعاب اسمه براهام عادي اللي بلعب في برامز في الدور مصري يساوي قيمة الزلزول اللي هو نجم الدور الأسباني ونجم أساسونة ونجم برشلونة هذا جنة جنونه يا سادة يا كرام فارق ايه بتقارن السماء بالأرض ازاي يا شبير متحف شلبي قال اللي احنا هنلعب ضد أقوى منتخب في البطولة فعلا يا متحف يا شاب يا شربوكا انت صدقت لأن المغرب هو أقوى منتخبات البطولة من حيث الأسماء ولكن لديهم مدرد كرس يدعى صام الشرعي أما أحمد حسين ميدو فأكد على صعوبة المباراة مصر والمغرب وأكد ان هذه المباريات لا تماما ليس لها سيناريو ولا أحد يستطيع توقحها في نهاية الأمر حد يسألني انت هتشجع مصر بلدي ولا المغرب عشقي هولا هشجع المغرب بلا أي شك ودي ما لاش علاقة بالوطنية بلاش نزيد على بعض هي قورة جلدة عشق حب المغرب بلا أي شك إن شاء الله يكسب